حوثي تعلن رسميا تحالفها مع هذا الحزب الهام في اليمن بعد حرب وقطيعة دامت لسنوات اعلنت جماعة الحوثي تحالفها رسميا مع حزب الاصلاح الاخوان في اليمن بعد اعوام من التنسيق والتعاون تحت الطاولة عبر عن هذا اصدار محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون حكما باعادة منازل ممتلكات مئة قيادي بارز في الاصلاح ورفع الحجز التحفظي عنها في خطوة تشير الى مرحلة جديدة من التحالف بين الطرفين ضد الجنوب وممثله المجلس الانتقالي الجنوبي وقال المحامي والناشط الحقوقي عبدالباصد غازي في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء قررت رفع الحجز التحفظي عن ممتلكات اكثر من مئة من قيادات واعضاء حزب الاصلاح بينهم مزراء سابقين ومنهم مدرسين واكاديميين وكف الخطاب عنهم بعد ان تم وصفهم بالفارين من وجه العدالة مضيفا ان غالبية من تم رفع الحجز التحفظي عن ممتلكاتهم اكاديميون وتربويون كانوا يعملون في جمعية الاصلاح الاجتماعي يأتي هذا بعد ان اصدر مرشد حزب الاصلاح الراحل عبدالمجيد الزنداني قيادات حزبه مطلع العام الجاري بالمصالحة مع جماعة الحوثي والاستفاف والتحالف معها بعد هجماتها على اسرائيل والسفن في البحرين الاحمر والعربي وكان سياسيون جنوبيون كشفوا بالدليل القاطع عن تحالف يتشكل بين حزب الاصلاح وجماعة الحوثي ضد التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات ومساعي المجلس الانتقالي الجنوبي لاستعادة الدولة